لديك الكحولية ووجيه ديالك مشوط بالشموسات طبع تحال الصيف مشاكل لنا لا تخاص خلالنا تسبوغات خلالنا الزروجية في البغتين تيم تحت البيطان بالفخاد الى اخرها البناس نحن عارفين المشاكل اللي نواجهوها كنا النساء فم طبع تحال كن بغودك الوجيه الصافي البيض الملس الرطيطب المزين نكفحنا في حالي ببصغر نحن نحتاجه مره 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 نبان وقته زويني انتهى الله وفرسنا اليوم اللي بنا جبت لكم واحد للمولتي لاغوستات سترحموني عليها وصفة زوينة سهلة اقتصادية بسيطة ورخة سوكت فتح رمش الله عليها البنات فتفتح بلوس البنات هاد لاغوستات اليومة تزول لكم حتى تجاعد وتراهولات اي اثنان في واحد عندك الخطوطة اللي في الكرش ديالك او لها فترة الحمل او لما بعد فترة الحمل حتى احنا البنات بالنسبة لبنات المتزوجات اللي مدوزين فترة الحمل او مبعد فترة الحمل تكونوا في الكرش وتكونوا تفجنا فكان عالوا منهم بشكل كبير فاختي اليوم اغتخلصي ليه منهم بهاد للمولتي الوصفة اللي هي زوينة وبسيطة ورخيصة ولكن قبل اختي ما تنسينيش موحد لايك الله يستر امرك مرحبا بك مرحبا بك و الف مليون مرحبة دائما الجديد و دائما الهميزات فاختي نتصيش تشتركي وتشجعينا بوحد لايك اشتركي في القناة مرحبا بيك اشتركي في القناة اشتركوا على مقادير الوصفة طريقة لتحضر الوصفة استعمال الوصفة مهم الى دي تايك كامل ان شاء الله غديم اختجيهم معكم في هذا الفيديو هذا اول حاجة البنات احتاجوا تحاميل دولي بخان قويل بات دولي بخان هادو البنات اللي فيهم من 15 جرام حتى 24 كيلو عفوا من 15 كيلو حتى 24 كيلو هايا هايا البنات هادو البنات من 15-24 كيلو يعني تقريبا على ما اعتقد من 3 سنين حتى 4 سنين هادو البنات سرح يزويني يعني هادو ثني كي بيدو و كيفتحو ها هما البنات شكل ديالهم هادو البنات هادو البنات هادو البنات هادو البنات هادو خضرين راكنين بزيف الالوان كين صفرين كين الحمرين مو يمكن بزيف ها هما البنات هادو الخضرين تقريبا تحميله وحده وكتدوبه في حمام مائي وكتشدها كدية معكاب 1 فقشة تولي عجينة في حل الكريمة في حل تعانون في حل هذا وكتستخدمها في هادو لغو سيطغي وحده ولا جوجره كافية انا كنتدير وحده صراحة كتبه اليوجهي و لوكوغ ديالي كامل بالمناسبة هادو البخنا راكي اتباع في الفارماسي 8 ديال وتقريبا 12 درام وشي حاجة هو اختصاص الأوجاع الحمى يعني كحيد الآلم ديال الراس والصاع وين عندك هكذا يضربك البرد في شماناتك مثلا كنتي خارجة وضربك البرد في الدرد فكي بداي طينا الحريق والآلم أو في الليد ديالك فانا البنات صراحة هم اللي كيعطقوني مثلا كنتشي بلاسة وضربني البرد ديال ما اقول كنجي مهلوكة فكن قدلنه 3 اشي حاجة فكنناخد غير وحده وكنستخدمه صراحة كتنفعني بزه فالمهم هنايا البنات ليوم ما عنديروش لهاد الغارد هنديروه للتبيض وغنحتاجوه اختيح بدي الفرماجة الفرماجة راها مني كان اضرو عليه كان اضرو على التفتيح كان اضرو على التبيض اللي ما شاء الله الله مبارك فيها هنالبنات عندي حب وحده ديال فرماجة سواء الفاش كيغي ولا كيغي ولا شي ماركات اخرين ولا اللي حبت الخاطر ديالك فالمهم كما قلنا حبيباتي غادي نحتاجو دولي بخان وغادي نحتاجو الفرماج ودولي بخان هاد تحميل هادو هادو هم المكوينين الاساسيين اللي غا نحتاجو بالنسبة لبنات المكوينات التانوية احتاجو معايا اختي الخرقوم البلدي فاشكا هادرو على الخرقوم را كان هادرو على واحد المكوين اللي ضقه بطلف تفتيحه في التبيض وكي تزول بالمناسبة احتاجو الخطات اللي هادرت عليهم نمشو الكلاف تسبوغات لاطخاص الى اخرى من المشاكل يعني المنافع دياله لا تعد ولا تحصى اختي الخرطال او الشوفان انا غادي نوريه ها هو اختي هاده هو الشوفان را كي تتبع في الممشيتي كل كيلو وكي تتبع في العبار مهم شوف انتي شنو بغيتي وانا اخوض منه كيميا نشده نطحنه مزيان مزيان وكنستخدمه هادو الشكل دياله مهم جلنا الشوفان جلنا الخرقوم جلنا الفرماج جلنا دولي بخان كذلك اختي غادي تحتاج معايا النشا او ما كيتسمى البنس بالدراء او المايزينة ها هو اختي هاده هو اللي كي الملقب بالتفتيح يعني هاده البنس تقبط له كعالج اي تسبوغات واي حاجة عندك اي مشكل فلوكوغ ديالك ومال البنس هذا في 180 جرام صراحة زوين وكين هاده هاده احتوال البنس في 170 جرام هاو التاوزوين صراحة بججهم زوينين شوفوا انتم هم طبيعات الحاجة اللي غاد ناسبكم يعني كين دولي بخان كين الفرماج كين الخرقوم كين الشوفان وكين انشا وغادي تحتاج معايا اختي شوية ديال ديال مدية الورد يعني الموت الورد تاوال البنس وغادي تحتاجو الحليب باودر والحليب المجفف نيضو 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 ما شاء الله را معروف تاوال البنس فهد الشي اللي كان وعلى بركة الله البنات غادي اندوزو لطريقة ديالتحدي طريقة استخدام ليلة المولاتي الوصفة فأول حاجة اقول لكم اريد أن تحتاج حب الفرماج استخدمها الوصف الفرماج اللي يتوفر سواء المثلة أو المربع اضطل المثلة أو المربع يفتح و يبيض اخذي صغير حبة واحدة من الجبن ونزيد شوية الماء ورد نجمع هذا الفرمج نحاول نمعكوه نضيف الفرمج نضيف كمية من الجبن نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء الماء أجد أن تقلل لكنني يجب أن تطلق نحن نضيف الخرطال نضيف الخرطال نضيف الخرطال نضيف الخرطال نضيف خرطال اضيف كمية من الخرقون تقريبا نصف ملعقة تبقى اختيارية على حسب الرغبة تبقى اختيارية تبقى نصف ملعقة 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 كما قلنا البنات خطوط اللي يكونون في الكرش أو في الجوانب بعد فترة الحمل تزول حتى الشعر اللي يكون في الوجه أو في منطقة الدوفي أي في منطقة فوق الشفايف يعني عندها عدة متيازات اللهم بارك فيها أهم حاجة هو تجربوها لأن حال تجاربكم لهذه الوصفة سيهموني بشكل كبير فأختي تليك تشوفي فيها ما تنسيش الله يرضى عليك جربيها وقل لي في كومنتها كيف يجاتك ما تنسينش بالدعاء ما تنسينش باللايكات شتركي في القناة فعلي زي الجرس خلينا تعليقاتك اقتراحاتك استفساراتك شنو ما المواضيع شنو ما ليسوا شي اللي تبونين أنا بقتاجي معاكم هكذا في القناة لأن الحمد لله دائما كل جديد دائما كل أشياء زوينة والأشياء البسيطة والأشياء الرخيصة فأختي قولي لي شنو حبات الخاطر ديالك بيتي وصفات للشعر عندك الفراغات عندك شي بقولي لي شنو حبات الخاطر رعندي بزاف ديال الوصفات الحمد لله اللي كتشاركهم معايا بدوري حتى أنا بنات الجدد ديالي والأم ديالي لأنه صراحة الله بوحدتي ممكنش نعرف بزاف ديال الحاجات وحتى وقينا عرفس يعني دائما نخصني الجديد باش نجي نبقتاجيه معاكم طبية الحال يكون عندها جربة شخصية فالجدد ديالي اللي يحفظها لي ما كسب غلت علي بوصفات الشعر ما شاء الله عليها اللهم بارك اللي يحفظها لي يا ربي وحجبها وطول لها في عمرها إن شاء الله وحتى الأم ديالي كدليك نفس الشي كده ومثال فالله يحفظ لكم كل من هو عزيز وغالي عندكم وحفظ لكم طبية الحال أمهاتكم أباء ديالكم جدوات ديالكم يا رب وأهم حاجة كما قلنا غزالتي في هادلاغوسات أهم 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 حاجة هو تجريبتكم ليها ظهروا ريختي ما تجربيها وتقول لي واش فعلا عجباتك او ولا ما عجباتكش إلي ما عجباتكش مرحبا في التعليقات أجربتها ولا كنت اداجة مجرباها وبيضات الكلوكوغ ديالك ولا يبغتي أنت بلانو بزف لبناط شارك سامعه مغيف الخاص تغيف لي ميساج وقالوا لي سيلي الله هاتك صحيح سيك راه فرحتينا راه فعلا عجبتنا فعلا نتل استحسان ديالنا طبية الحال البناط هذا هو دوري هو دوري هنا في القناة هو أني بغتاجي معكم شي حاجة اللي الحمدوله تنل استحسان ديالكم شي حاجة اللي تنل إعجاب ديالكم وفغاما وفغاما ولمنت تعجبكم فالله يستر عليكم ما تنسونا شي كما قلنا البناط بالدعاء ديالكم اولي لايك اولي لايك اولي لايك اولي لايك حاولوا تكتروا منهم ماكسيموم واشتركوا في القناة ترى يوميا كي 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 هكذا يكن بغتاجي معكم شي حاجة زويناش حاجة اقتصادية وش حاجة رخيصة فمتسينيش راختيم اللايكات والشارك ديالك في القناة من طبية الحال سوتيهمنا وفعلي زي الجرس وخلينا الاراء ديالك في ليكومونتا يعني يقول لنا هاد الوصفة وش فعلا نتل استحسن ديالك اولا لا طبية الحال رأي ديالكم يحترم البنات اي وحد دخلت لي ليكومونتا كي مكان سواء سيليبي او ايجابي طبية الحال كان نحترم الرأي دياله لانه الاراء تختلف من سيدة الى اخرى كاللي كتجرب هاد الوصفات عجبه كاللي كتجربها ماكتعجبهاش يعني عادي امر طبيعي فالمهم الناس خلينا الاراء ديالكم باش هكذا يحسب الناس وحد اخرى اللي بغاو يجربوا هاد الاغوصات يلا ناللسي حسن ديالهم طبيعية الحال رأي ديالكم كل شي في ليكومونتاك ديالكم يعني غايت كما كان قولو غايت ياخدو من خلال تجاربكم الرأي ديالكم من خلال هاد الاغوصات هادي فاد شيلي كين والكركم را معروفة الناس بتفتيحوا البشرة وعلاجوا جميع العيوب وجميع المشاكل وحاول فرمج ودلي بران را داوان هاد رالبنات كتر فجربي اهم حاجه هو تجربي وتردي عليها وبسحسكم هو راحتكم وما تنسوش باختاجي وهاد الفيديو مع الاحباب والاصدقاء عندك شجارتك عندك شي صحبتك عندك شي اختك عندها لي بانواغ عندها مهم كحولية وليتاش فتلا يفعب هاد الوصفة زر ديها به هاد الالم والتي الوصفة وردو علي الخبر الكامل ان شاء الله ونطلقا معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء